استمع الى ما يقوله اليهود في صلاتهم. شيء خطير. يجب ان ترى هذا الفيديو. ولكن اذا كنت مسلما ادعمنا باعجاب. ومشاركة الفيديو لنعرف عدد المسلمين في هذا الفيديو. اليهودية دين الاصل العرقي للاسرائيليين والعبرانيين الذين عاشوا في الشرق الادنى. يأتي الاسم اليهودي من اسم يهودا. وهو احد ابناء النبي يعقوب الاثني عشر. وواحد من الملحوتات الاثني عشر لاسرائيل. والسبب وراء تسمية اليهود باليهود في بلادنا. هو الاعتقاد بانه ينحضرون من نسل النبي موسى عليه السلام. سنتناول في هذا الفيديو بعض المعلومات القليلة المتعلقة باليهود. الادان. يشارك الادان بين اديان عدة. وان كنا نسمعه اكثر في الدين الاسلامي. لكنه موجود ايضا لدى اليهود. وهو ايضا يشبه الادان الاسلامي كثيرا. ولنرى الان الادان اليهودي. العبادة. الصلاة جزء من العبادة في الدين اليهودي. يؤدونها باوقات معينة وادعية معينة. بالاضافة الى ذلك هناك زي للصلاة يفترضه الفقه اليهودي. وطريقة محددة لاقامة الصلاة. اذ لديهم اعداد روحي وجسدي للصلاة. وملابس يضعونها على رؤوسهم. مثل الكبر. وهو غطاء للرأس صغير ومستدير الشكل. وكذلك شار الصلاة. الصلاة ضرورية لكل يهودي. ولان الدبيحة التي قدمت له كانت في زمن وجود هيكل سليمان. لذا يجب على كل يهودي ان يواصل الصلاة بمتابرة. حتى يتم اعداد تأسيس هيكل سليمان واعادته الى مجده السابق. عندما ننظر للصلاة اليهودية. يتبين انه لا يوجد فرق كبير عن صلاة المسلمين. ومع ذلك قام اليهود لاحقا ببعض الاضافات من اجل ان تبدو مختلفة او تجعل صلاتهم فريدة ومقتصرة عليهم. خصائص اليهودية خمس طوائف رئيسية هم على التوالي. الارتوديكس والمحافظة والاصلاحية واعادة الاعمار والانسانية. وعلى الرغم من اختلاف احتياجات ومعتقدات كل طائفة. يمكننا سرد المبادئ الاساسية لليهود على نحو التالي. الله هو خالق كل ما هو موجود. الله واحد وليس له مدي. يجب ان يعبد وحده كحاكم مطلق للكون. انزلت الاصفر الخمسة في الكتاب المقدس العبري على النبي موسى. لن يتم تغيير هذه في المستقبل. لن يتم اضافة اي جديد لها. تواصل الله مع الامة اليهودية من خيال الانبياء. يحكم الله سلوك الناس يكافئهم ويعاقبهم حسب افعالهم. وعلى الرغم من ان المسيحيين واليهوديين يؤمنون بنفس الكتاب المقدس. الا ان هناك بعض الاختلاف في معتقداتهم. يؤمن اليهود عموما باهمية الافعال والسلوكيات. يعتقدون ان المعتقدات نادجة عن السلوك. ويعارضها المسيحيون مذهب المحافظة. الذين يجادلون بان الايمان مهمة. وان السلوك يتشكل من خيال الايمان. لا يقبل الايمان اليهودي الفكرة المسيحية. التي تقول بان كل الناس يتحملون الخضيئة التي تسببت في طرد ادم وحواء من السماء. يعتقد اليهود ان الخير موجود في البشر وفي العالم الذي خلقه الله. يعتقد اليهود انهم بتنفيذ ما يسمى لديهم بالوصية الالهية. سيتقربون من الله تعالى. ووفقا للاعتقاد اليهودي. ليس لديهم ايمانا بالوسيط الذي سيوجد مع الله. كما انهم لا يحتاجون اليه. يؤمنون بوجود المسيح او الماشية. وانه سيأتي في المستقبل ويجمع اليهود مرة اخرى. ووفقا لهذا الاعتقاد سيتم احياء الموت جميعا في ذلك الوقت. الطعام المباح والمحرم في اليهودية. كشروط او طعام الكوتر. هو القوارن اليهودية التي تتعامل مع الاطعمة المحرمة والمباحة للأكل. تأتي كلمة كشروط من اصل كلمة صحيح ومناسب في العبرية. وكلمة كوشر والتي تستخدم في نتاق اوسع. وتأتي من نفس الجزل. تستخدم ايضا للاطعمة التي توافق هذه المعايير. كما تستخدم هذه الكلمة لوصف الاشياء الدينية والشعائرية المستخدمة في الطعام. ووفقا للقانون اليهودي خلافا للاعتقاد الشاع. لا يمكن للحخامات او الاشخاص الاخرين الذين يعملون في المؤسسات الدينية. تناول الطعام حسب قوانين الكوشر. يقوم مبدأ الاكل الحلال في اليهودية على الفصل بين منتجات الحليب ومنتجات الالبان. فلا يصح الخلط بينهما. وكذلك تحريم بعض اللحوم كلحم الميتة والحيوان غير المضر. والذي ليس بحفه مفصل. وبحسب التوراة. فان الابل والغنم والارانب والخنازيل لا تتبع قانون كوشر. لان احد الشروط ليس موجودا. اما الاغنام والبقر والماغز ولحم الغزال. فهم من ضمن اللحوم المباحة. ومن بين المأكولات البحرية يمكن لليهود ان يأكل كل شيء له زعانف وحراجه. ويحضر اكل القشريات مثل الكاركند والمحار والربيان وبلح البحر وسلطان البحر النسي. يحضرون الحيوانات المصابة او الطيور التي تأكل الجياد. لا يجوز تناول الحليب او البيض او الدهون او الاعضاء الداخلية التي تنتمي الى الحيوانات المحرمة. كما ان دبح الحيوانات المباحة يجب ان يتوافق مع القوانين اليهودية. يجب ان يتم ذلك بسكين حد جدا في ضربة واحدة. وعن طريق قضع حلق الحيوان بسرعة كبيرة وبعمق. تضمن هذه الطريقة ان يكون الموت غير مؤلم من قدر الامكان. لانه يجلب فقدان الوعي في عضون ثانية. كما يسمح بفصل الدم عن اللحم بسرعة. وهو ضروري لصنع اللحم وفق القشار. ويحضر اكل الحيوانات التي تموت بشكل طبيعي. او تم قتلها من قبل حيوانات اخرى. ولا يمكن خلط اغرية الحليب واللحم. وبالاضافة الى ذلك يجب ان تكون الاواني والاطباق وادوات المائلة مفيدة. ما هي القوانين اليهودية؟ بما ان الاسلام هو اسلوب حياة المؤمن والسلام. فان اليهودية اسلوب حياة مليئة بالقواعد والتقاليد والتقوز. التي يتم فيها تحديد الحياة اليومية لليهود من جميع النواحي. ما يجب القيام به عندما تستيقض في الصباح. وما لا يمكن تناوله او تشجيده. وما يمكن ارتداؤه او ما لا يمكن. تنظيف الجسد. ادارة الوظائف. وما يمكنك الزواج منها. ماذا تفعل في العطولات والسبت المقدس. والاهم من ذلك كله. التعامل مع الله والناس والحيوانات. تعرف هذه القواعد باسم الاها في اليهودية. وبالرغم من ان هذه الكلمة غالبا ما تترجم على انها قانون يهودي. فان المعنى الصحيح لها هو الطريق الشخص. اصل هذه الكلمة ينبع من كلمة اذهب او امشي بالعبرية. ينتقد بعض اليهود غير المتدينين وغير اليهود هذه القوانين. حيث يرون انها معاقدة. وتجعل الدين سلسلة من الطقوس اقل روحان. كما يدعي اولئك الذين يلتزمون بتلك القوانين عكس ذلك. انها زادت الحياة الروحية اليومية والافعال المهمة دينيا. مما زاد من روحانيات حياتهم. يؤمنون بان الصلاة والقواعد الدينية جزءا لا يتجسؤ من وجودهم. من خلال تفكيرهم المستمر بعلاقتهم بالله. منهم يهود اشنكاز وسفرديم? يهود اشنكاز هم يهود يعيشون او ينحدرون من المانيا وفرنسا واوروبا الشرقية. اما يهود سفرديم فهم من اسبانيا والبرتغال وايطاليا واليونان وتركيا. واليهود في شمال افريقيا والشرق الاوسط واحفالهم. كانت شبه جزيرة ايبيريا والشمال افريقيا والشرق الاوسط تحت سيطرة المسلمين. الذين سمحوا لليهود عموما بالسفر حتى عام 1400 عام. وعندما طرد اليهود من اسبانيا من قبل الحكام المسيحي في عام 1492. قامت العديد من البلدان باستقبالهم. مثل هولندا وايطاليا والبرقان وتركيا. اذا اتممت مشاهدة هذا الفيديو. لا تنسى عمل لايك للفيديو والاشتراك في القناة. وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. شكرا لكم على المشاهدة. اشتركوا في القناة. اشتركوا في القناة.